دي بوي على نقطة في ناس بيقولولي نحن هربانين على البقاع يا حبيبي هيدا الموجة منا جاية بس على منطق معينة بلبنان دار بالاردن، سوريا، لبنان، فلسطين من ارتفاع السفر البحر لارتفاع 3000-4000 متر يعني وين ما رح تهروب انت رح تحس بالجو الخانق وبالحرارة المرتفعة فكتار عم بيهربوا من المناطق السحلية على المناطق البقاعية انه نحن معقولي فوق يمكن ما في رطوبة البناطق البقاعية عم نشوف حرارة كتير مرتفعة يعني وصلت مبارح للـ40-41 اليوم الحرارة فوق 40 كمانة 41 بس قوعي فكر انه هلقنية البقاع رح تكسر فيه درجات الحرارة نحن على فوهة بركان يعني الحرارة المرتفعة رح تضل بالمناطق البقاعية خاصة البقاع الغربة لانه الهواء عم بيطلع من السعودية من الاردن عم بيضرب البقاع الغربة قبل البقاع الشمالي لسبب رح بيحسوا بدرجات مرتفعة عندك الثلاثة الاربع الخميس بين الـ42-42 درجة 42 درجة ونص مع احتمال تشكل لخلايا رعدية وامطار متفرقة بسبب الغايم اللي عم بيطلع من الاردن عم بيعبر طوبة من البحر فالاجواء مستمرة ما فينا نقول انه هايدي اخر موجة حارة سنة الماضي كانت اخر موجة من 27 قاب لستة ايلول تقريباً وكانت الحرارة أربعين بالمناطق البقاعية بالنسبة للموجة الحارة حتى نقصم ما بين المناطق الجبلية والسحلية والبقاعية مفترض الاربع تبلش تكسر الحرارة على الساحل من الستة وثلاثين سبعة وثلاثين تنزل لثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين هايدي نحنا عم نحكي الاربع أما البقاع مستمر لتساطعش قاب لحد هلأ انه تساطعش عشرين قاب بحرارة مرتفعة يعني حتى نميز بين الساحل وبين الداخل الداخل رح بيضل شوب عالي الحرارة بينما المناطق السحلية رح تكسر تلتة أربع درجات نزول علما انه رطوبة رح بتضل عالية يعني رح بيضلوا يحسوا بالشوب